حسين الشحات بما ان انت شايف ان هو مسترخ انت حسين دايما انا مقتنع ومؤمن بقدراته الى درجة كبيرة جدا وبشوف ان حسين الشحات هو امتداد للجيل العبقري بتاع بركاته وابو تريكا ومتعبه الجيل العظيم ده وفلا فيو بشوف انه لعب بقدرات خاصة بشوف انه في الموعيد الكبرى هو موجود ومؤسر جدا بشوف ان كل اجوانه لها طعم يعني اجوانه تنافس بعضها في الطرافة والجمال والمهارة والتأثير تأثير على النتائج اي اه بيجي له لحظات زي بدن بشر مش هيبقى وطيرة واحدة ما تتوقعش منه انه اديك تسعة من عشرة في كل ما تشاهد انه ما هتلاقيه عشرة تمانية سبعة مش هتلاقيه خمسة واربعة وثلاثة ابد يعني ما تكون ملطاشة معه قوي يديك ستة سبعة اه لما يكون هو جاهز بدنيا نقصه الجاهزية الفنية الفترة اللي فاتت مش اللي فاتت دي موشرة اللي بليها من سنة شعورت ان الجاهزية الفنية شوية متأثرة عن النفسية النفسية اه عند الشحات فيه حاجة اه الترجمت فيه عصبيوته الشديدة في كذا موقف وكان ينبغي النظر اللي هو التعامل معه مباشرة لكن يبدو ان ده حصل لان شوفناه السنة في بداية الموسم بيتقلق وبيروح برضو مع نهاية الموسم الماضي يعني هيقدم لنا مستويات رائعة جدا الشحات صفقة مهمة في توقيت شديد الهمية يعني 18-19 ده كان اخطر فترة انتقالات للاهل لان نتاك بدأت تتراجع والمستوى بدأت تتراجع وكان ضخ دماء جديدة مهمة جدا بمستويات خاصة جالك رمضان صبح جالك حسين الشحات جالك يعني كذا حقا اه انت الاستمرار الشحات معاك يعني شوف يا اخي ربنا يعني بيعوض ولكننا كنا تمنى ان يستمر تخيل بقى سنائية الشحات ومؤمن زكريا لما وجودين بنش في يا رب العافية الاثنين دول مستمرين مع بعض كان عملوا ايه لا يعني ابداع وكان معاهم جو اجاية اللي فرط في فرصة ذهبية ان يبقى تاريخي مع النادي الاهل يعني سلاسي بقدرات مرعبة ربنا يشفيك يا مؤمن ربنا يحميك